سهلاً وسهلاً بكم في قراءة سريانية للقرآن مع بونا دانيال الشمعون صاحب كتاب قواعد الأشورية بالعربي وبالأشوري تجدوا كتابه وأشريطته في قناتي وفي قناته وصفحته واكتبوا لي إذا تحتاجوا مساعدة للحصول على الكتابة اليوم سوف نقرأ صورة السجدة صورة السجدة سأشارككم الصفحة حتى تستطيعوا متابعة الكتاب النص إذا تريدون ظهر النص عندك قبونا مش هيك؟ نعم ظهر رقمها 75 سلسل التاريخي 32 سلسل الاعتيادي وعدد آياتها 30 وهي مكية مع عدد آية 16 إلى 20 يعني في خمس آيات مدنية غريبة ما دخلني أول أزهر قرره بعد البسملة ألف لاميم حالا أحرف مقطع منه أنا حلقة لا داعي للدخول فيه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنظر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوعان العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفية أفلا تتذكرون هنا أبونا هو وجد فيه مشكلة ستة أيام هنا طيب هنا ما لن ندخل فيه هذا استوى أبونا هو فيما ترجى من السريانية لفعل على على يعني يعلو هو يعني استوى وعلى وشمح وتعالى استوى على العرش يعني مو كستوى تقعد على العرش لا يظهر إنه وقف على العرش أو تعالى على العرش أو شمح على العرش بس ما لك معنى هاي على كل الله بعين نترك هذا الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يعرجوا يعني ويش أنت تفهم أبونا يعرجوا إليه دبر من السماء إلى ثم يعرجوا إليه إلى إيه هنا مش واضح إلى العرش إلى الأرض ثم يعرجوا من السماء شو يعني إليه هاي مشكلة إليه طب إحنا هنشوف التفسير شو يقول تفسير لأنه هاي أصبحت مشكلة الأمر يمكن على الأمر إليه دبروا الأمر سماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه يعني يعود يرجع إليه ويضرب راس هيك نحن نقول يعني نظرة يضرب راس عليك شوف شلونة ما شلونة أيوه 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 يعني شيء عرش عشوفش شوف إذا حيق في مولة إذا كان فهمنيين معناته اللي كاتبين المنتخب هذول عراقية إذا عرجة عرجة على الشيء يعني عرجة مثلا في طريقي عرجته على صديقي يعني رحت عنده شوية فضلك أيوه 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 صحيح صحيح هذا صحيح الكلام صحيح إيه نحن بالعراقي مقابلة نقول نضرب فدراس على ضربت فدراس على صديقي يعني هيك آه عدت تقولول هيك إيه هاي إحنا إحنا ما نقول هيك على كل ما ما يهم تقولول حتى بالسرياني اللي أنه نستعملها ما عرف إذا إحنا ما أخذين من العرب العراقي أم عراقي ما أخذين أكثر عراقين ما أخذين مخيلي خاريشة يعني ضربت فدراس مخيلي خاريشة آه شوف أبونا شوف شو يقول هنا كيف في فرح يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج يعني الأمر يعرج إليه هو هو يعرج إلى الأمر الأمر يعرج إلى الله آه الأمر يعرج إلى الله غريبة أيوة أيوة ثم يصعد إليه أمرها يوم يصدر غريب الأمر ثم يعرج إليها فهم علي فيعني هاي غريبة عجيبة الأمر فأنا هشوف لك إزاي أنا فهمتها أصلا ولو أنا فهمت أنا فهمت طيب الشو يعني هو آه 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 خمس وسبع خمس وسبعين آه كيف يعرج الأمر إليه خمس وسبعين آه خمس وسبعين خمسة يعني من أول أصاتهم قسرت أصاتهم آه من أول غزاتهم قسرت أصاتهم آه آه هيك أنا فهمتها يعني هيك يعني الأمر يصعد إليه لأن هنا صحيحة الآن ما انتبهت إنه هي ناقصة آه آه هنا ثم يعرج الأمر إليه جلالين أو أو تعرج الملائكة إليه كما في القراءة المختلفة قراءة المختلفة تقول لك إنه هنا يعرج ثم يعرج إليه كرة تعرج يعرج أو تعرج الملائكة بس هو الله اللي يدبر الأمر شلون بعدين الأمر يكون لأن الله هو الفاعل والأمر هو مفعول شو نعمل لك هذا اللجاك هذا اللجاك أبونا يوم كان مقداره ألف سنة مما آه آه شو سوي لك لأنه يوم الله هو ألف سنة بالنسبة يومنا نحن ألف سنة عند الله مثل ما يقول كتاب المقدس آه كتاب المقدس يقول ألف سنة يقول يوم يوم عند الله ويومك عند الله ألف سنة آه موجود في المزامير أو في مقدس آه في مقدس صحيح أنا ذكرت في الهوامش ذكرت في الهوامش صحيح 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 يعني هاي مشكلة يعرجوا إليه هم مش عارفين هل هو الأمر اللي يعرج لأله أم الملائكة لا الله يعرج على الأمر أنا أنا ملائكة يعني يعيد يعيد النظر فيه يعني يجوز ذلك شوية أظن صعب هذا واحد يصبح لها النتيجة أبونا صدق أنا هيك عكله ثم يعرج إليه في يوم يعني يعرج للأمر أيوة هو يدبر الأمر من السماء أيوة بعدين يشوف من جديد على الأمر أيوة في يوم يوم كان مقداره ألف سنة ها يعني يقعد يستكشف الأمر أيوة أيوة يستكشفنا يعني ما يخلي هيك سائبة مثل ما يقول الكتاب المقدس أيضا أن الله ما خلق سابل هذه وإنما هو يدبر الأمر أنا أكتبها أكتبها أولا الخليقة يدبرها يعني الله يعرج للأمر يعني يعيد يعيد النظر يعني يعيد يعادة النظر يهتم يهتم به يعني النظر فيه أنا هشوف أشوف أكل المفسرين المختلفين شو يقولون أشوف بلك واحد ممكن واحد وصل لهذا الكلام يجوز ممكن مثل أنا هي كفاما يعني على كل حال ما في نسم نحن ما معصومين أيها ولا أنا ولا أنت طيب ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم نحن شفنا الغيب والشهادة الغيب الغير المرء والشهادة اللي النسي يشهدوا عليه فأفهمنا يعني كل ما يرى وما لا يرى آخ عفارم عليك هي بقانون الإيمان ما يرى وما لا يرى لا يرى لا هنا العكس ما لا يرى وما يرى أيضا لا يرى وما يرى يرى فأفهم عليك قانون الإيمان المسيحي يمن ويش تقول قانون الإيمان يمن بإله واحد الآب ضابط لكل خلق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى نحن ننطلق من اللي يرى نروح على ما يرى وننطلق من اللي ما يرى نجي على يرى هذا قانون الإيمان نعم قانون الإيمان هو إيمان وليس أنا سيتعطر بي كلها مسيحي أفارب عليك هاي حلوة كل ما يرى وما لا يرى كل ما تجي هذه الغيب والشهادة تجي لي هل يجي لي هل هل فكرة حلو جدا هاي حلو جدا هاي قانون الإيمان المسيحي طب لي هاي إضافة مفيدة الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن الله وبدأ خلق الإنسان من طين هاي هو يقول لا فيزيبيليوم أمنيوم إن فيزيبيليوم باللاتيني صح 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 أنا أتذكر تذكر ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أيوة سلالة كان من طين شفنا سلالة من طين من سلالة سلالة نسله من قالوا نطفة يعني معناها سلالة أيوة 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 فأنا قلت لا أفهمها أنه سلالة النوعية نسله هنا هنا فهمت من سلالة أي مرضول يعني شفنا نسله بس هنا أبونا تعني نسله يعني أولاده نعم 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 من سلالة من طين بجوز السلالة هاي اللي تعني شيء مرضول أيوة أيوة سلالة حتى بوقتها يعني في الحلقة الماضية شفنا أيوة صحيح سلية كان كتب سلية حتى أنا أعطيت لك جذر سلاء سلية أيوة أما للناس الواضح نعم لا للناس الواضح ما في مشكلة ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليل ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئن لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون طيب إذا ضللنا في الأرض ضللنا هنا عليها عليها تعرف عدة قراءات شوف خمس قراءات أخرى طبعا ما أملها يعني إذا ضللنا في الأرض يعني ضيعنا في الأرض أنا أفهمها هيك أمن هل هم فيه بمعنى آخر إذا ضللنا في الأرض نشوف عنا شو شو أموه أبونا ضللنا يقول إذا ضللنا في الأرض هاشوف ما أطيها أطاها معنيين تمزقت أجزاتنا وتفرقت في أجزاء الأرض أو ضل عنه ضل يعني غابة ضبنا في الأرض أو ضعنا وضاعة خلاقنا خلاقنا ضعنا أيوة أو ضعنا في الأرض وصلنا ترابة أو ضللنا خلاقنا وضعنا في الأرض وصلنا ترابا ضللنا في الأرض هي يعني الموت الانحلال انحلاله في الأرض إذن لازم أعطي هذه الكلمة هنا ضللنا ضللنا الأرض وصلنا ترابا حكتب هذا المعنى لأنه لأنه ضللنا في الأرض يعني هيقول جوز واحد فما غلط انتشرنا وراح انتشر جسدنا واختلط بالأرض ترابا ترابا هي أدي يا أبونا هاي إحنا كلنا هاي الآية العاشرة إحنا أنا إحنا أنا إزاي العاشرة إزاي أنا فهمتها يا رب لا أنا ترجمتها بضل لا يضل بقى يبقى لا إجاري أها 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 صح بس يعني مو بهذا المعنى صح يعني انتشر يعني ظلن يعني جسمنا وعظامنا كلها تروح بالأرض يعني تضيع تضيع بالأرض ضل مقدسنا كل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا نكس هنا رأيناها نعم لو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موكنون نكس هنا أنا أعطيت هنا ناكسوا ناكسوا أيوة ناكسوا ناكسوا هنا أنا فهمتها ناكسوا وطأطئو وطأطئوها ظلا وخزيا موطئونا رؤوسهم موطئونا رؤوسهم تمام شوف أبونا هنا اعتبرت الآية نقصة سيوت آه كما يلي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا فضيعا جواب الشرط ناكس في هذه الآية شوفت عليه صحيح ناكس بالضبط يعني اشتغل السيوت اشتغل حاول أنه يعطي معنى منطقي يعني لجواب الشرط ضايع هنا ضايع ما فيه صح لو شنو شراح سير ايوة أو ممكن أن يقول لو رأيت رؤوس لقالوا لرأيتهم يقولون ربنا اذا السيوت شاف ناكس أنا مقدر أكمل عنه نعم نعم هو اللي يكمل هو أفهم عافية عليه تعرف هو كتب من فوق 100 كتاب السيوت السيوت هذا من كبار المؤلفين في جميع المجالات حتى حتى في كتب الجنس أبونا عنده كتب جنس يعني إيروتيكا غريب عجيب يعني بس له تفسيرين مو تفسير واحد الخلاقة ايه الكتاب عن الخلاقة أيوة بس هو يعني كاتب كبير هو كتير ناس ما بحلفوا إلا بالسيوت هو هو مصري ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لكأرون بكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بما بها خروا خروا ساجدين وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستقبرون هنا أبونا في مشكلة شف أنا عايز أسعلك هنا هم يقولوا وسبحوا بحمد ربهم ربهم صححة هذه وسبحوا وسبحوا مع حمد ربهم يعتبروا أن سبحوا وحمد نفس الشي يعني يعني ما بصير يسبح بحمد ربهم سبحوا مع حمد ربهم وسبحوا مع حمد ربهم سقطوا سجدا وخروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم يعني إذا ترجمة إلى السرياني ترجمة حرفية الكلمتين شبح شبح الأولى سبح سبح شبح بشمد ماريا سبحوا باسم ربهم آه آه أيو سبحوا بحمد ربهم أو سبحوا بالشكر للرب إذن مع مع حمد ربهم يعني سبحوا وحمد ربهم فنحن بالباء بتجي بعدها باء شبح بشمد ماريا أو تجي حتى لي اسمي شبح لشمد ماريا أبونا عندي سؤال هل تقول سبح ربه أم سبح بربه لا سبح لربه اوف اوف تعقدت الأمر وسبح الاسم ربه شبح لشمد ماريا هي شبح مرادفة لمجد يمجد يسبح مجد ربه مش مجد لربه وسبح وبعدها ما يصر بحمد لأنه حمد هو الشكر أيضا أيضا يعني الشكر والتقدير وال شو سمي تعظيم للرب يعني فشون سبحوا بحمد ربهم هكذا هم ذكروا مع حمد هكذا هكذا اعتبروا أنه صحيحة يعني مع حمد ربهم طب حصلوا وحمد ربهم أيو تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى يعني تبعد أو تميل تتجافى هذه أبونا كلمة فريدة في القرآن هي بالضبط سريانية أو إش نو إش تو إش يعني هي تتجافى بالضبط جافة جاف جاف من جاف جاف يعني واحد لما ينزعج انزعاج أيوه 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 صح احنا ما يقول حتى في العرب الجفة أيوه بالضبط تتجافى يعني نفس المعنى آخر نفس المعنى بس طبعا مقابلها بسريانية أيوه هنا تتباعد والمراد أنهم يقترون العبادة ليلا يعني يتركوا المضاجع يصلوا كثير آه أيوه المضاجع يعني المضاجع عن المضاجع تتبقى جنوبه عن المضاجع مضاجع فهم علي يدعون ربهم خوفا وطمعا حلو يعني تعبير تعبير جميل أنا أعجبني تعبير جميل أيوه جميل فلا تعلم نفس مما ما أخفي لهم من قرة أحي جزاء بما كانوا يعملون طيب يعملون إذا كرم الحوريات طيب هل أحكي الفارق هل نترك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاصكا لا يستون لا يستون شفت أنا حطيت علامة الاستفهام فهم علي وإلا متى لا يستون تقريبا جواب هو هذا للسؤال آه لا يستون أيوه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون جنات المأوى نزلا هذا يا أبونا المأوى أظن هو قسم من الجن هم يفهمها جنات المأوى نزلا يعني أنا حشوف المعنى هذا لأن هذه حيارات حيارتنا أنا مفهمة أنا مفهمة ستا كانت سيك يون في البنزر يعني يعني أبري وين كوم كوم دمر كنزل يعني بما كان المأوى وشو هذا الأبري المأوى شو هذا الأبري المأوى أنا حنشوف أبونا شو يقولون هنا شو يقولون هنا المعنى نشوف المعنى المأوى شوش يقولوني المأوى أبونا كلمات القرآن هل هل بايني لكنها مشكلة ولا لا أنت أبونا جنات المأوى عندي شي عندي شي أقول لك هو طب كمل لك المأوى اسم المكان الذي هو إليه جنات المأوى رفيوج رفيوج مترجمة جنات المأوى جنات يأون إليها طب شو تقولي شوف الأوية بالبس سرياني يعني متفق متحد موافق مطابق وآوي آوي وفق أصلح آلف آخ ضم ف أويا أو أويث يعني أويث جنات الصلح نزلا فيها يعني ينزلون بها هم مصلحين متوافقين جنات الوفاق خليني أطيني أصل الفعل آوي 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 وفق دعني آس وفق أي وفق صلحة وصلحة وصلحة آه 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 فيكون المعنى جنات الصلح جنات صلح إن ووفاق صلح والوفاق نزل بما كان يعني نزل صار نزل لهم مكان مأوى هذه نزلا هي مأوى يعني منزل آوز تعني وفق صلح فيكون المعنى جنات الصلح والوفاق نزلا بما كانوا يعملون هاي حلوة إذا كان هيك لأنه ممكن يكون هيك فعلا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار رجعنا على المأوى أيها فهنا كيف تزبط مع هذه ما ترهب هون مأوى أي مأوى يعني مأوى صح منزل لأننا اكذكر المنزل فهذه شي آخر للمنزل يعني نزلا يلعب على الكلام يعني وأما الذين فسقوا فما وهو النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوكوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نضيكنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يرجعون العذاب الأكبر حنشوف إزاي فهمها أبونا ليش الأدنى والأكبر أظن هنا يعني عذاب القبر أخاف أنه يعني هنا عذاب القبر أبونا الأدنى 21 أنا حنشوف له حنشوف لك شو يقول المنتخب 21 21 يقول نذكر في الدنيا عذاب الخدلان قبل أن يسروا إلى العذاب الأكبر وهو الخلود في النار لعل المعذبين بالعذاب الأدنى يتوبون عن القفر نعم أدنى دنيا هي دنيا يعني دانية دنيا يعني أدنى أيوة اللي على الأرض يعني الثانية ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه ثم أرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتابة فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل هاي أبونا لن أدخل في لقائه لقائما هذه طرحة مشاكل الأرض أبونا لن أدخل في التفاصيل لأن أنا عايز فقط للغاستريانية فقط للتنبيه لك طيب هنا شوف فقط إلى ماذا تشير الهاء في لقائه في الدار المصون للحلب يقول إنها عيدة على موسى فيقول معنا من لقائك موسى ليلة الإسراء إنها عيدة الكتاب فيقول المعنى يعني مش هخلص يعني في ست معاني ما دخلنا في الأمر يعني هم المفسرون احتاروا في كلمة لقائه يعني هذا موجه كلام لمحمد يعني أي 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 كأنه كذلك كأنه كذلك نعم يعني هم ذاته مبونة يعني الحلبي هذا لغوي كبير لغوي كبير وفسر كبير يعني طيب يعني هنا فيها يعني الواحد يمر عليها مرور إحنا كان ممكن نمر عليها مرور الكرام من دوما ننتبه فهم علي لكن تعمل المترجم لازم يترجم من لقائه من لقائه نعم لقائما هنا فهم علي فالمترجم مجبور يوضح للقار شو يعني هاي على كل 24 ماريا يعني لا تشك طبعا شك شك ماريا واضح واضح جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوكنون واضح إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختلفون أو لم يهدي لهم كم أهلق هاي مشكلة أو لم يهدي لهم كم أهلقنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ديار صالح إن في ذلك لا يتقى فلا يسمعون يعني إشارة ربما له أو صادو معامور أو مثل هيك أيوة ما فيها مشاكل يهدي لهم يعني يعلم لهم يعلمهم أو لم يهدي لهم اعتبرت ناقص أبونا يهدي الهدى لهم يهدي الهدى لهم لكن نحن مش هندخل إحنا ما عندنا مشكلة مصريينية أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرزي جرزي فنخرج به زرعنا تعقل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون هنا أبونا قلمة الجرز الأرض الجرز فلمت أبونا جرز بمعنى أجرب لا نبات فيها جرز أنا هشوف أبونا إذا هذه الكلمة فريدة أم لا جرز دال دال راء زين جرز جرز جاك مارتين أبونا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا جردا أفضل أو لم يروا أننا سوق الماء إلى الأرض الجزء الجرز فنخرجه بيزار الجرد يكون أفضل الجرد الجرداء أيوة جرداء الجرداء الجرداء أيوة على قل الجرد هذا هو موجتنا إحنا هي موجودة جرد موجودة بالبصري أما جرز ما فيه جرز عشرين أيوة جرز أجرد جرز أجرد الضابط جرد يعني هنا خطأ على رأيه طيب ممشكلة ويقولون متى هذا الفتر خطأ يعني وقع الخطأ في مرحلة النقل من القرشوني إلى العربي إلى أيوة ووقعت الخطأ الثاني عندما أضيفت التنقيد لها نعم الأصل ما نعرفه إحنا ما نعرفه يعني إحنا نستنتج من ذلك بشواهد أخرى نعم لهو كل ما عندنا ويقولون متى هذا عندي الليلة أبونا الأخطاء الإبلائية في القرآن مع الجماعة منتدى الديان أيوة أيوة إذا تحب أبعط لك الدعوة بس ما عندك وقت ثلاث ساعة ثلاث ساعة بس أنا هنشرها 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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ما عليك نعم كل يوم الفتح لا ينفع النذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون شو يعني الفتح هنا الفتح أنا ما ذكرت ماذا يعني ويقولون متى هذا الفتح قبل شكو أيوة شكو ثلما تقول أنت أو لم يرأس كل ما إلى الأرض ما لا علاقة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أنا حشوف لك أبونا كيف هذا الإنجاز هذا النصر هذا أبونا وكان له استهزاء يا آه أبونا أبونا هالمسألة جدي في الآية القبلها يعني نجيب ما يسوق الماء جيرزا يقول هاي شو كد راح تسوي هالفتح العظيم هذا صحي يجوز يجوز واحد يفكر متى هذا الفتح كنتم صادقين نحن بالعراء نقول شوكت تشرمها هلأ جتني بس سمو في أبوها متى تنصر علينا يا محمد هذا النصر هنا بس النصر علينا الفصل للخصوم الفتح اعتبر هذا استهزاء فتح عظيم فتوحات استهزاء ربما من الكافرين ايوه من محمد كله يقوم متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ايوه الكافرين استهزون ايوه ايوه انت هتعملين هاي العجوب يعني ايوه ايوه ما عليك جويس يظهر هيك قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولهم ينظرون هو كان بالعب فيهم يلعب فيهم وقلوا ايوه 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 طيب ايوه فاعرض عنهم وانتظر انهم انهم منتظرون واضح ابونا هذه واضح ايوه ايوه وهذه الآية ابونا منسوها باية السيف ابونا انا اوقف المشاركة مشان اشكر المشاهدين شكرا للمشاهدين وشكرا لابونا شمعون ايه وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصر هم الاشريطة القادمة وحملوا كتابي ليه وكتبوا ملاحظاته الملاحظات عليه 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 سمعته استفيد وتستفيد فانت علي احنا سنكره في الحركة القادمة صورة الدور